هلوه ايه الرصاص افنع المعركة الرصاص المعركة و هاكذا في هذا و هاكذا في هذا الجديد عادة باروتة و هاكذا شوف ال باروتة هاكذا 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 هذه محصنة من اتجاه الشبل القلعة و الجرف القردعي هذاك و مائلة و نفس الطريقة الحيث هذي سوفها قدامك بتحصيناتها و تأثيراتها و من هنا من جهة الشمال الحيث هذي سوفها قدامك فيه كان مليئة قناصات و الملاجي حقهم ظاهرة قدامك تشوفها الآن ظاهرة فكانت هذي نحنية من كل الاتجاهات الا انه للشباب عندما يعني استلموا المهمة داخلوا من هنا مع بوابة انشارت الامن و لم يقر حوام لو ما انشوف انت الحيث من الاتجاه الاخر ما نقول ناقل بالبصاس و مجموعة جات من الاتجاه الاخر تلعوه من هناك مجموعة جات من الاتجاه الاخر مع المجامي عد اتجهة نحو التبه هذه القريبة ثم القلعة كانت القلعة و هذه هي دارة الامن وما حولها والقرعة وما حولها كانن هن الهدف الاول لا اسقاط الحوثي. وفعلا بفضل الله وفضل ارادة الشباب استطاعوا ان يسقطوهم في خلال تقريبا ساعة ونص بعد اسقاط انهارت الجبهات حق الحوثي كلها انهارت هذه الجبهة هذه الجبهة انهارت الجبهات الاخيرة كلها. هذا الحقيقة نحن نقول انه بفضل الله وفضل تعاون الجميع بما فيهم المواطنين الشرفاء. مواطنين شرفاء لن يقفوا مع الحوثي. وقلنا نعذر من وقف مع الحوثي لانتقافة الحوثي حينما يصل الى المنطقة اما معي ولا ضدي. من هو ضدي خرج من المنطقة هلا حال ومن بقي لابد ان يكون معه على اساس ان يستلم شره ولكن ما احد معه لا الطرف ابدا. الكل ما هوش معه بما فيهم الاشراف اذي يقولوا الاشراف لن يكونوا معه. ولكن هم اعتبروا انه امر واقع. ونحن اليوم قلنا لا نحاسب حد على ماضية. ونقبل بعضنا البعض ونقف في الصف الصحيح وفي الطريق الصحيح الشرعية ونقف في الموقف اذي يحافظ على اليمن وكرامته ووحدته واحدة في ثورة سبتمبر واكتوبر. هذه هي الطريق الصحيح وذي على كل يمني ان يقف في هذا الموقف. سواء عسكري قبيلي مدني مثقف اي كان نوعه. اشتركوا في القناة